السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في قناة مطبخ كوكي كوكي كيتشن مرحبا بكم ونقول لكم لا تنساوش انتم من ادخلتوا الجدد تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس حكا ستشوفوا معنا جميع الوصفات اليوم ان شاء الله سأجدكم بوصفة لسوب دفولاي معها خبيزات بالجبن رائعة هشة جد هشة سنتعرف مع بعضنا على المقادير وطريقة التحضير اولا نبدأ بلا سوب تاعنا اللي هي لسوب تاع البطاطا او لسوب دفولاي ببطاطا والجيش عندي هنا بطاطا انقشرة ومقطعة كما تشوفوا فيها عندي الجيش عندي هنا واحدة بصل عندي معها ورقة رندوس الناتوم عندي قطعة فرماش وعندي شوية ملحب في الاسود وعندي كما قدين تلاحظوا نص كاس تاع كريمة طازيجة لما عندها شكريمة طازيجة تقدر تعودها بنص كاس تاع حليب مع مغرف صغيرة زبدة هنا نحط البطاطا تاعي في الماء الماء يكون دجاج يغلي نحط له البطاطا ونزيد نحط له هدوك تراف تاع الجيش كما قدين تشاهدوا نحط البصل تاعي انا استخدمت البصل الخضر الورقة تاع رندوس والسنة تاع التوم ونزيد ونضيف كذلك شوية تاع الملح والفلفل اسود ونغطيوها ونخليوها تكمل تغليق احلامها لها حتان طيب ونحطها نخليها تكوتي ونتعدى ودركها نديرو الخبز تيحنا الهش الرائع الخبز تاع الجبن عندي هنا 250 جرام تفارينة حوالي زوز كيسان ونص عندي مغرف كبيرة تحليب بودرة لتقدروا تستغناء عليها شوية تاع ملح هادي هنا يومي شوية مغرف عفوا كبيرة سكر معها مغرف خميرة تاع الخبز عندي قطع تاع الجبن وعندي هنا يومي زوز مغرف كبار تاع زبدة كندوبتها عندي بيضاء والماء دافيلة حلموا بيه تاعنا شوية سانوش شوية جلجلان نندي كوريو بيهم الخبز تاعنا نحط الفارينة معها هديك الحليب نضيف الخميرة معها السكر ونحاولو نخلطو المقادير تاعنا يعني من جاها والجاها الاخرى اللي كنت حطيت فيها الملح ما نخلطوش الملح مع الخميرة باه تدفع لنا الخميرة تاعنا للكا نضيفو زوز مغرف تاع الزبدة الدايبة ونبثو الخاليات تاعنا يعني غير بالفغشات اليوم ما كمشو يحن دخلو يديكم خلاف العاجينة يعني يستقوني وصفها هدي روعة 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 انا عندي سنوات سنوات انا معتمدتها تاع الخبز هذا الهش سهلة وسريعة اه وبلا عجن كما وليفتكم جيبلكم غير الوصفات السهلة ولمات تعبكم مش وتفرحوا بها عائلتكم لما يتلعبها بالماء الدافي حتى انت حصلت على القوام هذا شوفوا البنات القوام يكون شوية جاري ويتلاسق يعني هذا هو القوام نحوثوا علينا نغطيها بابي فيلم ونخليوها حتى ندعها في الحجم يعني حتى نتخمر مليح وبعد نجيو اندقاظيبها هنا يراني نحيلها في البابي فيلم واندقاظيبها غير بالفرشيطة يعني كيف كيف للمرة الثانية كيف تلاحظوا بهذا الشكل نخرجو لها هاداك الهواء ونزيدو ونغطيو عليها ونخليوها تخمر المرة الثانية هنا وعلا هدرنا لها الخطوة هذه يعني هذه الخطوة اللي راح ترون بلاسيننا العجن تايمة ما نعجلوها شخلا بس حتى نخليوها تخمر دفوة يعني وحدها تتعجن هنا من الجهة لقيت البطاطا سيعتابت نحيط لها يعني هذيك البصلة والرند خليتهم وفتت فاها هذيك تجاج يعني اللي كان عندكم ترفع دم ولا حاجة نحيوه بما يغسرش الميكسر تيقم ونجيو نمكسيوها بالربو بلونجان هذا كيف كيف تلاحظوا فيها حتى يعني تترحن الخاليط تعنا يترحب بيان حتى نتحصل عليها بهذا القوام هنا البطاطا كما شفتون يراني رحيتها بها بالمطاحة يعني ما ديروش الماء ياسر جس 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 وبعد نجيو نضيف لها نصف كاس على كريم فراش مع الطرفة على الفرماج انا ما فهمتش المقطع والرحكي حاطيت الجبن هنا شوفوه ونعاود الميكسيو مليح بالبكسير تيعي حتى نتحصل على قوام يكون تقيل يعني حيتقلنا القوامت على سوب دفولاي تيناو لما قاعدين تشاهدو وهذا هو البنات القوامت على سوب دفولاي تيناو دركنا وش ندير لها نحطها تعاود تغلي يعني تعاود تغلي زيت تتقيل فوق النار وبينسوغ متنسوش تدوقها على الملح اللي كان خاسها ولا لا نرجعو للخطس تعنا ولا باترا هي خمعة من شاء الله داع في الحجم تاحا هنا نديرولها مليح الفارين بس كما تعرفو درناها تتلاسق بها نقدرو نخدمو باها نروشها ببيا بالفارينة وندقازيوها كما قاعدين تشوفو هنا نحطها او بلان دوت خافاي نروش مليح الفارينة لا تخافوش يعني هذا هو القوام المليح تاع العجينات يعنا نحط نقطعها بواسطة كوبات ولا زكين ولا اي حاجة عندكم قطاع بهذا الشكل كما قادين تشوفو في الصورة ونجي نكورهم نديرهم بكل ديبول كما قادين تلاحظو نحطهم قدامي ونبدأ نخدم يعني بالكورة نفتحها نحاول نفتحها لشكل دائري كما قادين تلاحظو ونجيب القطاع تاع الفرماج لبيض ونحطهم هنا ونرولي عليهم العجينة بهذا الشكل احنا يعني كنرولي العجينة نحاول نضغط المرة لولا بما يخرج ليش هداك الجبن ونبعد نكمل الرولاها حتى نوصل للفا ونبعد نقفلها ببيا بما تخرج ليش هديك لفا خص الداخل والخبيزات تاعي يجيوني املاح هنا كما قادين تشوفو شكلتها بهذا الشكل وننعدلها شوية نعطاها لعفاغن تاع الباقات اي حيجيونا نضي ميني باقات كما قادين تلاحظو هنا كميلت لكونتيتي تاعي كامل تاع الكورات تاع الخبز ونجي ندهنهم بسفار بيضاء معا شوية قهوة نخلط مليح وندهن الخبيزات تاعي تاع الجبن بالشكل هدا هذا نوع بالتغيير يعني الخبز هدا رائع سيختون البلاد انا يا ابني عاجب وياسر ما الفا يعني نديرو لهم في الدار حبيت اليوم نشارككم بالوصفة تاعي السهلة والسريعة والملاحة ونجي نرش من الفوق الجلجلان ترشو سينوج ترشو لقاند بافو كما تحبونتم وشا عندكم في الدار تديرو كما تقدروا ما تديرو والو حتى كان محطيتو والو يعني اه ما حيجيوكم ملاح بس احنا بحنزيدو نعليو من القيمة الغذائية تاع الخبيزات تاعنا نرشحهم الكل بنفس الطريقة ونخليهم يعني قبل ما نخليهم يا خمرو نجي نشي اللحم بواسطة سكينة تكون ماضية ولا لكن عندكم مسجلات يعني من الافضل انها تكون عندكم لفيلات لجيلات عفوا على خاطر رهي حادة نجي نشي اللحم هكا كما قديرين تلاحظوا رحيزي دولهم يعني من جمالهم ونخليهم يا خمرو حد تاني يضاعف الحجم تاحهم كما قديرين تشوفوا فيهم هنا على هات الشكل ندخلوهم على ميتين درجة الفرن يكون مسخن مسبقا يتحمرو من الاسفل ونشعلو لهم الفوق وهذه هي النتيجة كما قديرين تشاهدوا فيهم يعني تحمرو جا وروعة هش ياسر الخبز ده وتري تري والداخل فاختي بالفرماج رح يعجبكم يعني اتمنى انكم تجربوه وتنوعو لولايتكم في الصفرات يعكم كما قديرين تلاحظوا هنا البنات اللي طلبوا مني مملحات هاني قديرين نوع لكم شوفوا كيف ما هاتري وهش يعني بلا ما قدرت له حد شيء وهذا هو الميوني تعيت عنها اليوم وهذه راسوب ده فلاي كما قديرين تلاحظوا اروعة جا تقوامها رائع انا زيت ديكوريتها بشوية على كرين فخاش وفرماج ملفوق ونتمنى ان شاء الله تكون الوصفة تعيني لت اعجابكم ومن تنساوش تدعموني بلايك الفيديو وسلام اشتركوا في القناة